أهلاً وسهلاً بكم محبي كرة القدم المغربية في هذا الموجز الرياضي الذي يأتيكم عقب الإعلان عن اللائحة الرسمية للمنتخب المغربي المتجهة نحو مونديال قطر وفي ظل الجدل الجماهيري حول بعض اللاعبين الحاضرين والغائبين خرج الدولة المغربية السابق سوفيان علودي بتصريحات للصحافة المغربية بخصوص اللائحة المذكورة ووصفها بالمنطقية والمستحقة لجميع اللاعبين واعتبر لاعب العين الإمارات السوفيان الرحيمي الأكثر مظلومية بالنظر لمستواها الممتاز والقيمة المضافة التي يمتلكها هذا وطالب العلودي من جميع اللاعبين إخراج ما في جعبتهم من أجل تشريف الراية المغربية باعتبار قيمة العرس العالمي كان هذا كل ما لدينا بخصوص جديد الكرة المغربية شكراً لكل من شاهد المقطع وإلى اللقاء